موسيقى السلام عليكم من قناة الميادين وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج آخر نستضيف اليوم في استوديو عضو المجلس الوطني الفلسطيني والمستشار السابق للرئيس الراحل ياسر عرفات الأستاذ بسام أبو شريف أهلا وسهلا بك أستاذ بسام في استوديو الميادين نبدأ من موضوع وعد بيلفور يعني 98 عاما على وعد بيلفور كيف تقرأه اليوم من خلال الانتفاضة التي انطلقتها هي الانتفاضة الثالثة يعني هل هناك قراءة جديدة ومختلفة لهذا الوعد الحقيقة هذه الذكرى تختلف عن ذكرى السنوات السابقة لهذا الوعد الذي لا حق لأحد بأن يعطيه ولكن أعطاه بيلفور الذي لا يملك فلسطين أعطاه لمن لا يحق له أن يسلب فلسطين الفارق هو أن نتنياهو يسعى لوعد جديد كيف؟ وعد بيلفور انتهى بقيام أمر واقع دولة إسرائيل التي لا دستورة لها حتى الآن حتى لا تحدد حدودها لا حدود جغرافية لها لا حدود جغرافية دولة إسرائيل لا يوجد لديها دستور يحدد ماهيتها أو حدودها نتنياهو يسعى لوعد بيلفور جديد وأنا أستعير من نتنياهو هذا التعبير سيكون ذلك وعدا جديدا كوعد بيلفور يريد وعدا بأن تكون إسرائيل متمددة من البحر للنهر أي شطب فلسطين نهائيا وشطب الشعب الفلسطيني نهائيا وإقامة دولة اليهود على الأرض التي تمتد من البحر الأبيض المتوسط حتى نهر الأردن وإذا أضفنا بين قوسين بعض أقوال الجنرارات الإسرائيلية نقول أن بعض الجنرارات يقولون لا يوجد نهر في العالم له ضفة واحدة لكل نهر ضفتين ونهر الأردن لنا لذلك الضفتين لنا هذا حطبين قوسين لكن نتنياهو يسعى الآن لوعد جديد من الغرب قد يكون وعد أوباما قد يكون وعد الرئيس الجديد بأن تكون إسرائيل من النهر للبحر وهذا ما يعمل عليه فعليا وعلى الأرض نتنياهو منذ أن جاء رئيس وزراء أي أنه يقدم الأرض الفلسطينية في الضفة الغربية يبني جدارا على نهر الأردن اللي الآن وكل ما تبني إسرائيل جدار تعتبر أنه ما داخل الجدار هو أرض إسرائيل تماما كما بنت جدار القدس فنتنياهو يسعى لابتلاع كل الضفة الغربية وشيء أوتوماتيكي أن نتصور أن ابتلاع هذه الأرض وزرع المتوطنات بالضرورة أن يعني بخطوة لاحقة تطهير العرقي تطهير العرقي للفلسطينيين لأنهم إذا أخذ نتنياهو الإحصاءات العلمية عام 2020 إذا بقي الأمر الديمغرافي على ما هو داخل فلسطين المحتلة كل فلسطين المحتلة سيصبح عدد الفلسطينيين 50.8% من مجمل السكان أي أكثر من اليهود هذا أمر لا يمكن أن يقبل به الصهاينة تماما كما لم يقبلوا بأغلبية في مناطق الثمانية وعربين فدمروا قرى وهجروا أهلها وتحول أهلها إلى لاجئين في مخيمات الشتات ومخيمات في الضفة الغربية وفي قطاع خزة الآن من يهجر من الضفة الغربية ويقضع غزة أين سيدهب؟ سيدهب إلى الخارج فإذن الفارق أن نتنياهو يسعى لوعد بالفور جديد هذا الوعد هذا الوعد تحديدا من سيعطيه لنتنياهو؟ أو بالأحرى ما هي الأسباب التي ستدع هذا أو ذاك يعطي هذا الوعد لنتنياهو؟ وخصوصا أن العلاقات كانت مؤخرا بين نتنياهو تحديدا وأوباما ليست على ما يرام أشكرك على هذا السؤال وأبدأ من علاقات أوباما ونتنياهو هذا دجل لأنه كل ما يشاع عن التعارض بين موقف أوباما ونتنياهو نسمع من أوباما كلاما أمن إسرائيل ملتزمون به حتى النهاية نسمع قرار بإعطائها مزيد من السلاح نسمع بقرار إعطائها أو قبل سلاح الجو الأمريكي سربا من طائرات الأف خمسة وثلاثين نسمع أنها أعطت إسرائيل قنابل تضرب في العمق ست طوابق بطلنا سدج لا ننظر إلى الدمع ننظر إلى سكين الدباح فهناك دبح مستمر للشعب الفلسطيني هناك صمت كامل على جرائم ضد الإنسانية ترتكب يوميا هناك صمت على إحراق طفل رضيع وأمه وأبوه هناك صمت على همجية هذا الاستعمار العنصري الاستيطاني على أرض فلسطين إذن كلام فاضي أنه هناك تعارض مع أمريكا أمريكا وإسرائيل حال واحد والآن أضيف إلى ذلك أمريكا وإسرائيل والسعودية حال واحد عندما نسمع أن هناك تأييد سعودي لإسرائيل ضد الانتفاضة الفلسطينية ماذا يعني ذلك إذن نقول أن ممن ينتظر نتنياهو هذا الوعد لا ينتظره من أحد يمارسه على الأرض ويجبر أمريكا على أن تضع هذا البند في كل مفاوضات تمس المنطقة يعني لنسأل المسؤولين الإيرانيين في المفاوضات لا نحن في المراحل في المفاوضات حول المفاعل النووي الإيراني كان موضوع فلسطين وشطب الموقف من فلسطين مطروح كثمن لرضا أمريكا عن إيران الآن ولكن لم تذكر أي وسيلة إعلامية هذا الموضوع يعني هذه معلومات خاصة حضرتك تكشفها في معلومات خاصة نعم يعني مش جايبه من بيت أبوي هذا الكلام ولا أنا بعمل الخطاب بعد أنا بعطيك معلومات وأنا مسؤول عن كل كلمة بقولك وأحاسب على ذلك لذلك أنا مش جاي هنا أبيع إعلام بأي صيغة جاي أعطيك معلومات بأي صيغة أستاذ بسام كان مطروح الملف الفلسطيني على طاولة المفاوضات بشأن الملف الجلووي ترح على الإيرانيين أنهم إذا غيروا موقفهم من إسرائيل ووجود إسرائيل واعترفوا بإسرائيل قد يصل الأمر إلى إغماض عينين أمريكا عن حتى امتلاك السلاح النووي وكيف الآن؟ الآن عندما ذهب ناتنياهو إلى موتكو ليطرح مع موتكو موضوع الضربات الجوية على الأرض السورية ولكن قبل هذا الموضوع دعني فقط في الملف النووي حضرتك قلت أنه كان فيه نوع من اتزاز أو مساوامة للطرف الإيراني بشأن الملف النووي صح؟ كيف انتهت؟ نعم يعني نغمض العين عن السلاح النووي إذا أرادت إيران ولكن انسي فلسطين نعم كيف انتهت؟ إلى ماذا انتهى الأمر؟ خامنئي رفض ذلك وعبر عنه بالقول ممنوع التفاوض حول أي موضوع سوى موضوع المفاعل النووي لأنه ربطوا هذا بهذا أكثر من ذلك نعم سيدتي كل ما يزري في المنطقة من محاولات لضرب وتقسيم وتدمير سوريا والعراق ومصر واليمن هي مخطط وضعه مستشار استراتيجي للبنتاجون ريتشارد بيرل الذي يحمل جنسية مزدوجة أمريكية وإسرائيلية وهذه الدراسة موجودة لدي وأستطيع أن أزودك بها ونشرتها على الفيسبوك تبعي وتحدثت عنها أكثر من مرة لكن أنا عناي مش خضر ولا أشأر لذلك الناس ما بتسدق لكوني عربي يعني يمكن لو أنا أسمي أليكس وأخي عيون خضر هذا كان صدقتوني هذه الدراسة لا إحنا مصدقينك ما تتهمنا يعني أحكي مثل لأنه أنا مش جاي أعطي بلا بلا جاي أعطيكي معلومات نعم تفضل الآن فيينا هل تظنين أن ما يدور فيينا هو بمعذل عن موضوع فلطين إذا كان هذا ظنك مش أنت شخصيا بحكي إجمالا فهذا خطأ هل تظنون أن ما يجري على الأرض السورية لا علاقة له بالوعد بالفور الثاني أو الوعد الجديد بمعنى سيطرة إسرائيل وشط بالخضية الفلسطينية هذا سيكون خطأ وكذلك العراق وكذلك كل هذه الهجمات لتحطيم الدول التي قد لا تشن حرب على إسرائيل ولكنها كانت في وضع قادرة تدافع عن نفسها يريدون إخلاء المنطقة وتدعم المقاومة أيضا مقاومة مقاومة حتى عن نفسها نعم دفاع عن نفسها يريدون منطقة ممزقة متقاتلة طائفيا ممزقة جغرافيا ممزقة بقوميات متشردمة حتى تكون إسرائيل القوة الإقليمية الأقوى التي تسعى دول كالسعودية للتحالف معها لحمايتها من تحويل العدو الرئيسي في المنطقة إيران وليس إسرائيل نعم إذن موضوع فلسطين هو وراء كل هذا المخطط تب سؤال لأن هذا هو وعد بيلفور الجديد هو بعد وعد في وعد بيلفور الجديد كما تقول حضرتك ماذا جرى في فيينا يعني في الملف النووي قالوا سنغض الطرف في فيينا ما هي المسألة كيف جرى في فيينا في فيينا عمليا لم يجري شيء سوى اللقاء هو اللقاء إنجاز ما في شك ولكن المعركة ستحتدم على الأرض السورية مع عقد فيينا الأول وبين فيينا الأول وفيينا الثاني اللي لا أحد يعلم متى سيعقد تحتدم في محاولة لإعادة ميزان القوى لصالح النصرة أو لصالح المعارضة أو على الأقل مش ضد صالح النصرة والمعارضة بحيث أنه لما يجي الحل السياسي حسب ما بيقولوا الأمريكان والسعوديين بيكون فيه نوع من التوازن اللي بيعطي حصة لا بأس بها لهؤلاء الإرهابيين وهنا حجر الرحى والمفتاح الحقيقي هو ما قاله الرئيس بشار الأسد وهو وأنا أؤيد ذلك مئة في المئة أنه لا حل سياسي في سوريا قبل القضاء على الإرهاب لماذا أنزلت الولايات المتحدة قوات خاصة تسميهم مستشارين أنا أسميهم قوات خاصة طليعة لأنه سترسل أكثر من ذلك لأنه ستفشل في تعديل موازين القوى كما تريد من أجل فيينا التانية تكون الهاتقل في تقرير مصير بشار الأسد في نهاية الأمر وهذه توقعاتي التحليلية العلمية نعم انتبه مش ما عنديش يعى الوراء نعم صدر سيوضع موضوع بشار الأسد يكون أو لا يكون مسؤولا أو في الطبخة السياسية ثمنه أن تتنازل سوريا عن موضوع دعم فلسطين هذا ما سيطرح ولكن سوريا سترفض نعم ولذلك كما قلت سابقا للميادين أقول لك الآن أنا لا أتوقع نهاية للقتال على الأرض السورية سريعا ولست من الذين يقولون حل سياسي قريب سيكون هناك معارك ومعارك أكثر دموية من السابق لأنه من جهة طرف معسكر الأعداء أمريكا إسرائيل السعودية سيحاولون بإنزال الأسلحة مفتاكة ودخائر وإرسال جنود أمريكان الشيء الذي كان هناك نتابقا جنود أمريكان والطليعة التي وصلت الآن ستتلوها قوات خاصة مارينز للقيام بعمليات خاصة قد تصل قد تصل إلى محاولة تصفية قيادات في الجيش السوري ضباط كبار من أجل هز الإنجازات التي حققها الجيش العربي السوري ولذلك باستمرار لازم يفتحوا عنهم معسكر المقاومة يجب أن يكون بإرادة صلبة تحت نفس النقطة التي أوردها الرئيس بشار الأسد لا حل سياسي قبل إنهاء الإرهاب تصفيت كل الإرهاب نعم في موضوع تدخل أمريكي حضرتك حدثت عن فرقة خاصة أمريكية مارينز وهي طليعة اعتبرت لأنه سيكون هناك فرق أخرى أمريكية تدخل المعركة روسيا ردت على أمريكا وقالت بأن لن لن تسكت على موضوع التدخل العسكري الأمريكي وتحديدا البر كيف سينتهي هذا الأمر هل سنة نحن أمام حرب عالمية ثالثة مثلا كونية ثالثة كما هو متعارف عليها المعنى الكلاسيكي للحرب بالاعتذار من أخونا سامي كليب لعبات الأمم هنا بالذات مش اللي بيطلع على البرنامج روسيا أمريكا بنظرة أخرى لما يجري في المنطقة منذ عام ثلاثة وسبعين نشهد الآن عودة للدب الروسي للشرق الأوسط بقوة ولاحت الفرصة بعد القرم وسيطرت روسيا على منفذ أسطولها للبحر المتوسط لاحت الفرصة ليكون لروسيا دور شريك في القرار وأن لا يترك قرار مصالح الأمم خاضع لجهة واحدة هي الولايات المتحدة وتوابعها ساروغيتس تسموهم اللي هم أوروبا لأنه بين قسين كمان أوروبا هل يعقل تسكت على كل هذه الجرائم التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني لولا الإنذار الأمريكي بلاش بس الإنذار الأمريكي لولا سماح الأمريكان أن تعقد فرنسا عقدا بمليارات الدولارات مع الصين شراكة وكذلك كامرون ليعقد اتفاق بمليارات الدولارات مع الصين هذا نوع من جوائز الترضية للأوروبيين لوضعهم الاقتصادي حتى يبقوا خاضعين لقرارها السياسي الآن لعبة الأمم تقول أن هناك بداية قبول للولايات المتحدة بأن تكون روسيا شريكا ضعيفا لها في صنع القرار في الشرق الأوسط ضعيفا هي تريد ضعيفا ولذلك تحاول تعديل ميزان القوى بحيث لا يكون الوضع الروسي موازي 50-50 يعني 50-50 في صنع القرار ولكن هذا لا تقبل به روسيا روسيا ستحاول أن تكون شريكا كاملا سؤال يطرح نفسه سيدتي مثلا لماذا تقف روسيا هذا الموقف مما يجري في اليمن ألم يثر ذلك سؤالا في ذهنك لا يعنيها هي مخدم موقف حبد ربه يعني موقف السعودية إعلاميا على الأقل هي لا هذا الموقف ولا ذاك يعني لا هذا ولا ذاك يعني لم تتحدث في هذا الشأن هذا انحناءة انحناءة الشريك القادم للعبة الأمم الآن سوريا وهباتي القصيد منذ أمس بدأت روسيا تقصف تدمر ألم تلاحظ ذلك منذ بداية منذ شهرين من القصف الجوي لم تمث تدمر اللي هي مركز أساسي لداعش ومخازن داعش ويصل توصل مع العراق أيضا بدأت تقصف هذا رذ بدون كلام على نزول قوات الأمريكي وتوقعاتي أن يتم التركيز على النصرة الآن اللي عم بيهيئوها هم ومعارضة الخمس نجوم هذول الفايف ستار اللي عندين بالأوتلات بأوروبا وأنقرة وهذا مسموهم معارضة اللي كانوا عم بيحاول يقولوا النصرة هي تمثلنا هي المعارضة المعتدلة ستحطم النصرة ولن يقبل بشار الأسد حتى لو ضغطت روسيا بأن يبدأ حل سياسي حقيقي قبل أن ينتهي الإرهاب وانتهاء الإرهاب لا يعني نهاية القتال كله سيدتي سيدتي خلقت الحرب أمراء حرب أثرياء حرب ناس يعيشوا على دم الأبرياء ناس يعيشوا من بعس في كل حرب يعني هذه مضاة في كل حرب وستبقوا هذول في سوريا وجذورهم في لبنان في لبنان الآن أثرياء لا تتصور مدى غناهم من وراء قتل الشعب السوري وإرسال الأسلحة وبيع الأسلحة وبيع المقاتلين وبيع واحد من المقاتلين كان أيام زمان بعرفه تونسي بقول لك إيش إيش القصة قال لي دفعوا مئة ألف دولار لعائلتي أنا بيعطوني ألف دولار وأطلب إذا بدي وإذا استشهدت بدفعوا ربع مليون لعائلتي وأنا مئة جوع رحت معه يعني كثير ببساطة بحط لياها مرتزق الكثير من المرتزق إذن إحنا منقول في بينا هي بداية إقرار وجود قوتين يقرروا وأهم شيء أن القوتين متفقين على وحدة الأرض السورية انتبهي وحدة الأرض السورية ما قالوش من يسيطر عليها ما قالوش لأنه من ناحية بتحاول الولايات المتحدة الآن أن تنظم الأكراد وأي أكراد مش الأكراد المعادين لتركيا الأكراد اللي معادين لسوريا بينما الأكراد اللي تركيا استخدمهم إيران قتلهم استخدموا في الانتخابات هذول الأكراد يؤيدون سوريا عبدالله أغلان يعني فعل أردوغان بأغلان ما فعله نتنياهو بأبو مازن في اتفاق سلام اللي خرق ولم يلتزم به أردوغان وبلش يقتل بالهاي فهم ردوا شي طبيعي يدافع عن نفسهم يعني نفس أسلوب نتنياهو أردوغان استخدموا مع الحزب الديمقراطي الكردستاني اللي بيقوده أغلان وأغلان رجل شريف وثابت وواعي ومنطقي الآن هذه القوى العظمى متفقة روسيا لها مصالحها نتحدث عن مصالح روسيا ولكن بعض الفاصل حتى لا نقطع الحديث يعني في منتصف عظيم إذن إلى فاصل قصير ثم نعود ابقوا معنا أهلا بكم مجددا أعزائي المشاهدين إلى الجزء الثاني والأخير من برنامج آخر طبعة أعود أرحب بضيفنا في الاستوديو عضو المجلس الوطني الفلسطيني والمستشار السابق للرئيس الراحل ياسر عرفات الأستاذ بسام أبو شريف أهلا وسهلا بك أستاذ بسام كنا نتحدث عن المصالح الروسية ولكن قبل أن ندخل في هذا الموضوع لابد أن ندخل في الجزء الثاني بموضوع الانتفاضة يعني ومن خلاله نتحدث عن باقي الملفات موضوع موضوع الانتفاضة الفلسطينية إلى أي حد تأثرت الانتفاضة الثالثة طبعا نتحدث إلى أي حد تأثرت بما يجري في الإقليم وتحديدا توسيع المشاركة الروسية العسكرية في سوريا وكيف تأثرت أول شي أحب أقولك عن نقطة مهمة كتير فيما يتعلق بالهبة الشعبية الفلسطينية لأنه لم تصل بعد إلى مرحلة الانتفاضة هي هبات تهيئ الجو هناك أعطيرات فلسطينية على من يستعمل تعبير هبة هذه هبة يعني هذا ضد الانتفاضة هبات 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 في كل مواقع بأوقات مختلفة وهكذا بدأت بالمناسبة الانتفاضة الأولى هبة بنابلس هبة بالخليل هبة برم الله هبة هنا إلى أن نضج الوضع بحيث لما أخذ القرار في كل زمان وكل مكان صارت الانتفاضة الانتفاضة هي عندما تثور فلسطين كلها تقاوم الاحتلال في كل بقعة وكل الوقت هذه بتصير انتفاضة شعبية لكن مهم جدا أنه بدأت الانتفاضة في هذه اللحظة لأنه لها معاني كبيرة هي بدأت مع بينا بالضبط والتزامن بالتزامن أيضا مع تخل مع البدء العمليات العسكرية في سوريا طمان 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 يعني أولا تقدم الجيش السوري ما بتتطور انت كي بتنعكس الأمور علينا تحت الاحتلال أي انتصار مهما كان صغير عربي بنعشنا خلينا نحس أنه لسه في لنا بعد قائم حي حي داخل كيف تؤجج أيضا الإرادة العربية في المقاومة والصمود كيف تسعد نصر الله كيف تقوي من إرادة بشار الأسد نعني نحن هذه الانتفاضة أهميتها أنها أعادت وضع اسم فلسطين على الطاولة في الوقت الذي اعتقد فيه ناتنياهو كما قال لي كاري عندما قال له كاري ألا تخشى من انتفاضة كوت أن كوت معلومات هذه قال له الشعب الفلسطيني لن يقوم بانتفاضة بعد اليوم انتهت ناتنياهو كل سعيه من خلال كل المخطط التي تحدثنا عنه طويلا شط موضوع فلسطين من أي خريطة سياسية لم ينجح مع إيران في المفاوضات حول المفاعل النووي بشط فلسطين ولذلك حتى الآن يقول خطأ وليس أن نضرب ويحاول الآن من خلال حلفاءه الجدد والقدم في بينا أن يشطب فلسطين في هذه المرحلة ولذلك قال وزير الدفاع الأمريكي كوت أننا نقول للمعارضة قاتلوا النظام السوري والجيش السوري وسندعمكم نحن وحلفائنا وعلى رأسهم إسرائيل كوت كارتر مش أنا إذن واضح أنه إسرائيل تلعب دور علني ضد الجيش السوري والنظام السوري بإسنادها للإرهاب وظن منها أن هذا الاستثمار سوف يؤدي إلى نتيجة شط القضية الفلسطينية الانتفاضة ألغت ذلك وثبتت أن هناك شعب فلسطيني صحيح حتى الآن فيش دولة غربية اعترضت على جرائم ترتكبها القوات الإسرائيلية اعترضت على قتل الأطفال اعدامهم بالشوارع هي تعاطفت أكثر مما اعترضت الرأي العام رأي العام أما رسميا ولا إدان لإسرائيل وقال نتنياهو برضو أنا مغطى دوليا ولا أخشى أحدا مغطى دوليا ولا أخشى أحدا أنا يعني هنا هذه تموها اللحظة السياسية أن تأتي الانتفاضة في هذه اللحظة هو وضع اسم فلطين على الهند وإذا كان الصراع الدولي والتوافق الدولي سيؤدي إلى اتفاق أن قرار في الشرق الأوسط قرار لقوتين عظميين هي روسيا وأمريكا وليس فقط لأمريكا نأمل نأمل أن يعود التنين الكبار إلى ما بدأوه في مدريد لأنه كانت مدريد تحت روسيا وأمريكا وعلى أرضية قرار 242 وعنه نتأمل من روسيا هذا تأمل ونداء إلى الروس رفاقنا العزاء أن يبدأوا بالتحضير لمدريد تنين تماما كما يحضرون لفييننا تنين سأقرأ لك بعض المعلومات التي كتبها الكاتب الإسرائيلي عموس يدلين يقول الطاقة الجديدة التي حقنت فيها روسيا الأزمة تخلق فرصتين أمام إسرائيل الأزمة في سوريا يتحدث عن الأزمة السورية الأولى تعزيز الشراكة مع الدول بحسب تعبيره الخبيث السنية في المنطقة وفي مقدمتها السعودية وتركيا هل توافق على هذا الكلام هل هناك شركات جديدة بناء ردا على التدخل أو ردا على الموقف الروسي العسكري خلقت حالة جديدة طبعا بقيادة أمريكية لابد أنها خلقت حالة جديدة أما التحديد الوصف بالذات يعني لا أتفق معه تماما لقد خلقت حالة جديدة ما زالت ما زالت نتائجها غير واضحة انتبهي لأنه ما زالت أمريكا تقاتل ولكن هذا الخط موجود حتى قبل التدخل أو قبل الموقف الروسي العسكري من سوريا وهذه المشاركة الواسعة يعني هذا الخط إلى حد ما كان موجودا لا الخط هذا بدأ أنا أقول لك إمدى مش تدخل الروسي لم حصل حادثة لما أسقطت روسيا صاروخين كروز كانوا متجهين إلى سوريا أسقطتهم فوق البحر المتصد هذا كانت الرسالة ولم يتبنى أحد هذا الإسقاط طبعا أجبرت إسرائيل على إصدار بيان أنه كانت مناورات والآخرين ولكن اللعبة مفضوحة لأول مرة منذ سنوات طويلة صدر بيان حول الصاروخين من مكتب وزير الدفاع الروسي يعني الخط الأحمر نعم أنه في صاروخين متجهين إلى سوريا فوق المتوسط أنه افهموا إحنا عارفين البيانة الثانية بعده بدقيقة ما زال في الجو البيانة الثالث أسقط سقط 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 واضح واختفي بظرف دي تين ونص كانت روسيا أسقطت الكروز فوق المتوسط رسالة كانت رسالة من وقت افهموا نحن من بحر قذوين منقدر نسلخ فوق الشرق الأوضاء نعم ما تلعبوا معنا من باخرة من درستان على الأرض الآن تعليقا على ما زال الأمر غير محسوم لأقولك ليش لأنه في شريك سعودي وهابي وهابي طامح بخلافة إسلامية تنية في عدو تركي يكسب الانتخابات من وراء وعوده لتقراء تركيا بأنه راجع الدولة العثمانية وهذا الخير جايكم في إسرائيل يعني الموضوع صح في توجه ولكن ليس بالسهولة التي نرسم فيها النتائج الآن أما التوجه واضح ولكن هناك عدة عوامل وأنا أضيف لها عامل الانتفاض هو يقول في سيناريو هين يعني في اتجاهين لدى أو فرصتين أمام إسرائيل هذه فرصة أولى والفرصة الثانية يقول في حال عدم النجاح في توجيه التحالف الغربي لعمل مشترك ضد الأسد وداعش في آن واحد فعلى إسرائيل أن تسعى إلى تحقيق السيناريو الرابع المتعلق بسوريا بدون الأسد لا يمكن لا يمكن خذ مني لا يمكن يكون فيه عمل ضد داعش وضد بشار الأسد في نفس الوقت العمل هو ضد بشار الأسد نعم داعش أداة أداة أمريكا أداة إسرائيل أداة السعودية أداة تركية ما لازم تغيب عندهنة داعش ليست كيانا لوحدها داعش العصى الدموية نعم سنتابع ولكن بعد أن نستمع إلى الحدث اليوم لنوسع أكثر بكار النقاش إلى الحدث اليوم والتفاصيل السفير دمشق ليست مدعوة إلى فيينا المقبل قالت مصادير ديبلوماسية غربية في بيروت للصحيفة إن اجتماع فيينا شهد بالفعل تناغما بين الجانبين الأمريكي والروسي لدرجة أن الأمريكيين اضطروا غير مرة لمقطعة أحد ممثلي الدول العربية المناهضة لدمشق داعينا لعدم العودة إلى مصطلحات عام 2011 لأن الزمن تجاوزها دمشق غير المدعوة للاجتماع المقبل وفقا لما أكده مصدر سوري للصحيفة ترى بالطلاق مع حليفيها الروسي والإيراني أن اجتماع فيينا يفترض أن يخصص لبحث مكافحة الإرهاب عبر تحديد القوى التي ينطبق عليها هذا التوصيف وبالتالي يجب مجابهتها ووفقا للمصدر الدبلوماسي فإنه يمكن تلمس التغيير الذي حصل في المزاج الأوروبي تجاه موضوع مكافحة الإرهاب فبحسب المعلومات نفسها يبدي الفرنسيون موقفا أكثر ليونة داخل القاعة من الذي تبوح به حناجر مسؤوليهم علنا وهناك أيضا الحماسة التي تبديها الوفود الفرنسية لزيارة دمشق وآخرها وفد يزور العاصمة السورية قبل منتصف الشهر الحالي ويضم خمسة نواب بارزين من اليمين على الأقل ورجال أعمال ومثقفين لهم تأثيرهم في الرأي العام الفرنسي هل تخشى دمشق من تعطيل جديد ممكن يجيب مصدر في دمشق لكننا لن نكون من يتحمل مسؤوليته ولسيما أن الثلاثية الرئيسية في الحرب مع سوريا تركيا وقطر والسعودية لن يلائمه المسار الجديد لدرجة أنه ربما كان يتمنى أن لا يدعى إليه كما أن مسؤولا إيرانيا حذر من احتمال مقاطعة بلاده للاجتماعات إن لم تكن بناءة لوموند القاعدة تشدد قبضتها على عدن هل بدأت معركة عدن الثانية جهادي القاعدة في شبه الجزيرة العربية أخطر فروع التنظيم يكشفون أوراقهم علنا بعد أشهر على إبعاد الحوثيين عن المدينة فهم يستفيدون من رياب الحكومة التي لا تزال في المنفأ لفرض قوانينهم مديرة إحدى المنظمات غير الحكومية مهى عوض قالت للصحيفة إن جهادي القاعدة يتقدمون بسرعة ويهددون ويقتلون وما من أحد يتحرك فالجنود السعوديون والإماراتيون الذين شاركوا في المعارك ضد الحوثيين محصنون في قواعدهم وفق المتحدثة ما سهم أيضا في صعود الجماعات المتطرفة ثروة الحرب التي جمعها الجهاديون في الأشهر الأخيرة لمصلحة معركتهم ضد الحوثيين الترسانة الضقمة تشمل عربات مدرعة ودبابات وبطاريات صواريخ كذلك فإن الخلافات المتكررة بين خالد بحاح وعبد رب منصور هادي تساهم في إضعاف المعسكر الموالي فرئيس الحكومة يعارض احتكار نجل الرئيس هادي ملف إعادة الإعمار لنتابع ما كنا نتحدث عنه قبل التقرير وصلت حضرتك إلى موضوع تركيا وفوز ولكن قبل موضوع تركيا يعني هيك لم نفصل أكثر كيف ستتأثر الانتفاضة حاليا في فلسطين بما يجري في سوريا والدور الروسي الموسع في سوريا الحقيقة لابد هنا من الإشارة أن أردوغان بتكتيكاته شبيهة بتكتيكات نتنياهو كسب الانتخابات استنادا لعمليات تكتيكية إرهابية كمان يعني نعم يعني لما تكذا أنه داعش فجرت ومسكوا المجموعات تمثيلية واضحة يعني لأننا نعلم كيف يسند أردوغان داعش وكيف يشكل حلقة وصل مع قطر لدعم داعش وسيبقى لدعم داعش كل جوابي كل من يسعى لضرب سوريا وشعب سوريا وجيش سوريا ونظام سوريا لا يصب إلا في خانة إسرائيل مقياس بوصلة لا أحيد عنها بغض النظر عن مئة ألف انتقاد ممكن تحطي حول النظام السوري وحول الديمقراطية وحول هذا الآن نتحدث بالشمولية هل أنت مقتنع بالديمقراطية بعد كل هالعمر في السياسة ستأتي الديمقراطية مقتنع لوجود الديمقراطية درس كبير اللي صار لأنه الديمقراطية هي الديمقراطية في سوريا هي التي ستسمح للشعب السوري بأن يقول نحن ضد داعش نحن ضد هذا الإرهاب نحن مع وحدة سوريا أرضا وشعبا نعم لنعود إلى الانتفاضة ومع فلطين طبعا مع فلطين لنعود إلى الانتفاضة كيف تتأثى يعني كيف سيكون تأثير ما يجري في سوريا عن الدور الروسي الموسع العسكري على الانتفاضة وعلى الفلسطينيين في فلسطين المحتلة يعني أول شيء أريد أن أبدأ قاعدة عامة كل كل انتصار ضد مخطط تفتيت سوريا هو إزناد للقضية الفلسطينية دون شك ولا تفكر مرتين كل طلقة تطلق على الإرهاب الذي يحاول تفتيت سوريا هي طلقة تتاهم في تحرير فلسطين وأنا إذا نظرت أبعد من هيك وشرحت لك قبل شوية أن موضوع فلسطين سيكون موضوع مساوعة طاولة أتمنى ورغم أنني شبه متأكد لابد من أن أقول أن الإصرار على مقاومة الاحتلال الإسرائيلي ومقاومة إسرائيل يجب أن يبقى ديدبان الجميع جميع قوى المقاومة خاصة النظام في سوريا والجيش العربي السوري بعد أن ينتصر على كل هؤلاء الإرهابيين فلسطين ستبقى هي المفتاح وهي القفل ولا شك أن الرئيس بشار الأسد يعلم تماما أن موقفه من فلسطين هو الذي سبب كل هذا الهجوم عليه كل دول الغنية والنفطية والتي تلبس عباء أنظمتها تلبس عباية ساوى متعب فلسطين واعتبرت أنه خلط خدوها اتداء من عبدالعزيز أيام عبدالعزيز لليوم اليوم حتى ناس أعلنا بيقولوا إحنا مع إسرائيل ضد الانتفاة نحن بالنسبة لنا فيهم وبلاهم هنكمل لأنه مندافع عن نفسنا عن حقوقنا كبشر مندافع حتى لا نستعبد نقاتل حتى نعيد هذه الأرض العربية لجسم الأمة العربية نعم مش حتى يكون لنا خيمة واللبات فيها ولذلك القتال من أجل الحرية له ثمن كبير ولكن هو في النهاية منتصر نالسون مندلة حطوه ثلاث عقود في السجن العنصرية الحاكمة دبحت السود الأغلبية دبحا في سويته وارتكبت المجازر بحقهم وانتصروا وسننتصر على العنصرية الحاكمة في إسرائيل التي لا تفرق فقط ضد العرب عنصريا واستعماريا بل حتى ضد اليهود الأثيوبيين ما هي لو أتينا لنتحدث في الداخل أين هو يعني هناك من الملاحظ أن غياب لأي دور للفصائل الفلسطينية مع هذه الانتفاضة أين ما هو دور الفصائل الفلسطينية حاليا تحديدا فتح الحقيقة لا يستطيع أي تنظيم أن يدعي أنه وراء الانتفاضة وهذه هي الحقيقة الحقيقة أن الشعب الفلسطيني ثار لأنها وطلت وطلت سيل الزبا الاعتداءات اليومية القتل اليومي مصادرة الأراضي هدم البيوت الإهانات نزع الثياب على الحواجز جميع أنواع الممارسات البشعة الهمجية الوحشية المجرمة ولا أخلاقية هذه الصفات يمارسها جندي الاحتلال ضد شعب الفلسطيني ومن زياراتي المتكررة للمخيمات الناس وصلت إلى حد من ناحية تراف السلطة فسادا واتفاقا مع من يحتلونهم ويهينهم ويرتكبون المجازر بحقهم يوميا لذلك وصلوا لقناعة أن الهبة ضد الاحتلال لا يمكن أن تأتي من السلطة والقيادات التنظيمات الأخرى التي هي تحت القيد والمراقبة والمتابعة الإسرائيلية لا يمكن فهم الذين فكروا وهم الذين انتفضوا الآن لا شك أنه مع بداية هذه بدأت التنظيمات تتحرك وهناك مناظرين بالجبهة الشعبية بالجهد الإسلامي بحماس موجودين لذلك بدأت إسرائيل بالاعتقالات بالجملة أكثر من خمسة آلاف معتقل هي من هؤلاء اللي عندها على اللوائح ممكن أن يكون عضو حماس عضو جبهة شعبية نصير حماس نصير جبهة شعبية الآخر كما حكمت على رائد صلاح بـ 48 إذن هدول حتى القيادات الميدانية تعد تنظيمات بالسجن صارت لكن هذه الحالة الشعبية وهذا مهم تخلق أبطالها وقادتها على الميدان ما في مخيم الآن إلا في اتفاق عام بدون انتخابات أنه هذا بقودنا كونه بدع بالميدان كونه آدى الإسرائيليين كونه قاد الشباب بالمعارك الحجارة كونه كونه لكن يجب أن لا تبقى الأمور عند هذا الحق الآن مطلوب تشكيل قيادة غير معروفة لإسرائيل من جميع الفطائل زائد اللجان الشعبية المقاومة الآن اللي هي عم تقاوم الآن هذه حصتها لازم تكون حصة الأسد أن تقود الشيء اللي تحدثت عنه كيف تتراكم الأمور وتتصاعد حتى تصل إلى الانتفاضة في كل زمان وكل مكان وإن شاء الله تقوم هذه لأنه عندها ستشعر إسرائيل ب أنها بلاش أقول لنا في حرج أمام هبة الشعب الفلسطيني ومعها سيقوم الرأي العام الأوروبي غصبا عن كل الأنظمة الأوروبية لأن الرأي العام الأوروبي لا يمكن أن يكون إلا مع حقوق الإنسان وحتى الرأي العام الأمريكي وسيشهد العالم قريبا مظاهرات دعم للشعب الفلسطيني وهنا الإعلام لا شكل عبدالله خذي مثلا CNN يعني صهاينة رسمي رسمي معقول يعني كل الجرائم التي ترتكب ماذا الجزيرة بالإنجليزي بيسموها UNREST فلسطيني الإزرائيلي UNREST UNREST في اعتداء قوات احتلال وجرائم ترتكب بتسموها UNREST يا جزيرة قطرية الله أكبر جرائم ترتكب لذلك شكرا للميادين يعني بتحاول قدر الإمكان ورغم هيك يعني فيه لسه صورة مش كاملة عند الميادين مش مغطية تماما لأنه ما يجري كتير أكتر حتى مما بتحط الميادين وطبعا لكل لا يستطيع الإعلام لا يستطيع الإعلام أيضا أن يغطي كامل المساحة بأكملها فانه ينتقل من مكان إلى آخر بقدر المستطاع يعني أكيد على كل حال يعني للأسف انتهى الوقت شكرا جزيلا عضو المجلس الوطني الفلسطيني والمستشار السابق للرئيس الراحل ياسر عرفات صفة بسام أبو الشريف شكرا جزيلا على حضورك وعلى كل المعلومات التي أفتنا بها ولكم أيضا شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء صباح القد اشتركوا في القناة